نوصل معاً السلسلة اللي أنا الرب وضعها على قلبي عن هوية شخص المسيح من خلال علاقته بأشياء متعددة ومن خلال أعماله من خلال شهادة الوحي عنه تكلمنا في مرة من حوالي ست مرات عن المسيح ابن الله الأذلي تكلمنا مرة أخرى عن شخصه عندما تجسد كمال نسوته عصمة المطلقة من الخطأ عدم إمكانية أن يجرب من الخطيئة تكلمنا مرة أخرى عن تجربة من إبليس وماذا كانت تعني تكلمنا مرة أخرى عن علاقته بالروح القدس علاقة المسيح بأقنوم الروح القدس تكلمنا مرة أخرى عن علاقته بالكتاب المقدس ثم تكلمنا عن شهادته لعصمة الكتاب المقدس أقوال الله في العهد القديم النهاردة عايز أتكلم بنعمة الله عن نقطة سابعة في السلسلة دية في هوية شخص المسيح أو بسؤال آخر من هو هذا الشخص ربما نعلم هذا لكن ربما لم ندرسه بعمق كافي غرضي وإحنا بندرس أن ربنا يستخدم الأفكار اللي بندرسها مع بعض أنها يعني تزيدنا عمقاً في الدراسة بحثاً عن شخص المسيح ليه؟ لثلاث أسباب عايز أقولهم في بداية الكلام سبب الأولاني أي مؤمن حقيقي الغذاء الوحيد لحياته الروحية أن يتغذى على المسيح فالمسيح وحده المسيح وحده هو غذاء حياتنا كمؤمنين شعب إسرائيل في العهد القديم أربعين سنة أتى لهم المن من البري وعندما اليهود واجهوا المسيح وقالوا له موسى أعطاهم المن فأجاب الرب يسوع وقال لهم أن الحقيقة هي أن أبي السماوي يعطيكم الخبز الحقيقي وهذا الخبز هو أنا هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم بمعنى إن أردنا أن نتغذى ونتقوى وننمر روحياً لا بديل عن أن ندرس ونحب المسيح ندرسه بالذهن نفهمه لكن كمان نحبه وهو الحقيقة أي شخص هيقترب من دراسة للمسيح بروح الصلاة أكيد هيفهم هيعجب لكن هيحب المسيح مش ممكن إلا أن يحب المسيح الغرض الثاني من دراستنا لشخص المسيح أنه يكون عندنا مادة للشهادة نشهد عن المسيح محدش قرب منه في الكتاب غير وشهد شهد عن المسيح إلا إيه مادة شهادتنا مش اختباري أنا بس للخلاص أيها أقوله نمرت اتنين لكن المادة الشهادة قالت المرأة السامرية مثلاً اللي بتتخذ مثل للشهادة بعد ما تقابلت مع المسيح هلهم منظروا إنساناً قال لي كل ما فعلت العل هذا هو المسيح فخرجوا من المدينة وآتوا إليه ليلتقوا بيه ويعرفوا عنه المزيد عايزين نشهد عنه إيه المادة اللي عندنا جماعة إيه الأفكار اللي عندنا إيه المذاكرة اللي إحنا مذاكرينها لازم نكون مذاكرين عن الإيه شخص المسيح نمر التلاتة ويمكن مش كل ليه في الموضوع ده بس على الأقل لازم نكون جاهزين إن أردنا أن ندافع عن أو ندافع أمام الهجمات التي توجه ضد شخص المسيح فلابد أيضاً أن يكون عندنا دراية بمن هو إيه شخص المسيح مش كده شخص المسيح بيتعرض لهجمات ده على ممر العصور ليه لأنه الشيطان لا يبغد شيئاً بقدر شيئاً يبغدهم يبغد كلمة الله المكتوبة وكلمة الله المتجسم هدف الشيطان المستمر دايماً إنه يهاجم ويشكك في الاتنين يهاجم الكتاب وطبعاً ده حاجة كلنا بنشوفها وكلنا يعني بنعصرها لكن كمان بيهاجم مين بيهاجم شخص المسيح فلازم يكون إحنا عندنا باستمرار الاستعداد لك النهاردة هتكلم بنعمة الله عن المسيح والآيات التي صنعها ومدلول ذلك وكيف أن هذه الآيات كانت تعلن عنه أشياء كثيرة النهاردة في حتى مسيحيين بيحطوا علامات استفهام هو صحيح المسيح صنع آيات أيوة الكتاب المقدس سجل بكل وضوح أنه صنع آيات كثيرة أنا هقرأ هنقرأ معاً النهاردة جزئين فقط من قبيل المثل وندرس فيهم بعض الأفكار لكن خلال كلامي هرجع لأجزاء أخرى نجيل يحنى الأصحاح الثاني نجيل يحنى الأصحاح الثاني وفي اليوم الثالث كان عرص في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك ودعي أيضاً يسوع وتلميذه إلى العرص ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر قال لها يسوع ما لي ولك يا إمرأة لم تأتي ساعة بعد قالت أمه للخدام مهما قال لكم ففعلوه وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مترين أو ثلاثة قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء فملأوها إلى فوق ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ فقدموا فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمراً ولم يكن يعلم من أين هي لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا دعا رئيس المتكأ العريس وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيد أولاً ومتى سكروا فحينئذ أدون أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن هذه بداءت الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلميذه ثم من آخر إنجيل يحنى يحنى عشرين في آيتين في غاية الأهمية وأتمنى من كل شخص بيدرس الكتاب إن الآيتين دول نعرف الشاهد بتاعهم غيباً لأنهم بيدوا مفتاح في غاية الأهمية عن الغرض من الآيات التي سجلت لنا في الأناجيل وخاصة في الإنجيل الذي يشهد عن المسيح أنه ابن الله في غاية الأهمية الآيتين دول يحنى عشرين عددين تلاتين واحدة تلاتين خلونا نفهم الكلام اللي جيدة وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه واضح جداً ومطلوب أن نفهمهم هم سهلين بس مطلوب أننا ندرسهم ونعي هاتين الآيتين كمان يحنى واحد وعشرين آخر عبارتين في بشارة يحن عدد 24 و25 هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهدته حق وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة شايفين بيقول إيه أكتر واحد في الكتاب التلاتة كان معاه وهشرح حالاً إزاي كان معاه ده أقرب واحد أقرب واحد فيه وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة هل هذه مبالغة؟ هذا إقرار حقيقة كم من أعمال عملها المسيح لا نستطيع أن نتصور كم من آيات أضرب مثل في شيء يمكن إحنا حفظينه بس محتاجين ندق كم من الموت أقامهم عادة نقول أقام ثلاثة الذين سجلوا في العهد الجديد ثلاثة لكن الموت يقومون عندما أرسل يحنى المعمدان اتنين من تلميزه شك في المسيح لأنه ضعف وهو في السجن أنت والقاتي أم ننتظر آخر فإذ بالمسيح يجيب ويقول بواسطة التلميذين إذهب وأخبر يحنى بما تريان وبعين يقول له العمية دول أعداد ما تقدرش تحصيها والبرص يطهرون والموت دول مش ثلاثة والموت يقومون كم أقام سيدنا ربنا يسوع ما نقدرش نعرف قدي طيب النهاردة هتكلم بنعمة الله في ثلاث نقاط وراء بعض النقطة الأولى هتكون على أي شيء برهنة آيات المسيح النقطة التانية هتكون وماذا عن الآيات التي اختارها يحنى بالذات ليكتبها علما بأن يحنى كان له وضع خاص بالنسبة للمسيح لماذا لم يكتب أكبر عدد من الآيات العنوان الثالث هيكون وهل لنا في هذه الآيات بدءا من يحنى 2 مسيح له المجد بدأ آياته في عرص قانا الجليل هل لنا دروس روحية ولا بس إحنا يعني حاجة دراسة فقط ذهنية لا ولينا كمان دروس روحية أنا أمشي بالتسلسط ده النهاردة بنعمة الله أول شيء على أي شيء برهنة الآيات الكثيرة التي صنعها الرب يسوع برهنة بكل وضوح برهنة بكل وضوح لمعاصري ولكل العالم إلى الآن أن هذا الشخص هو الله الظاهر في الجسد فيه كاتب جميل عمل كتاب لازال موجود ويعتبر مرجع اسمه برهان يتطلب قرار كاتب أمريكي الكاتب ده اسمه جوش مكدول وليه موقع الإنترنت جميل جدا وحتى فيه بعض الكتابات المحتوطة بالعربي كمان فهذا الرجل افترط فرضية قال لو أراد الله أن يصير إنسانا فماذا نتوقع وأجاب على هذه الفرضية بثمان أشياء لا وقت أن أذكر الثمانية لكن واحدة من الثمانية مثلا أنه سيدخل إلى العالم بطريقة لم يسبق شخص آخر غيره وأنه سيقول أسمى التعليم لم يسبقه أحد آخر غيره محدش قال كلام تلاتة إنه هيسيب العالم بطريقة برضو محد السبهة زيه أربعة إنه أشبع ويشبع جوع البشرية عبر عبر التاريخ البشرية كانت جعانة روحيا خواء نفسي وزيدة النهار مش كده الناس محطمة نفسيا الناس متحطمة نفسيا ولا أستبعد حد من الأحباء المشاهدين أو ربما حد موجود مضغوط نفسيا تعباء نفسيا الرب يسوع أشبع ويشبع جوع وخواء النفس البشرية مثلا لما روح للسامرية وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعتش أيضا أنت عطشانة هتفضلي عطشانة دي قانون ده قانون عظيم وضع المسيح كل من يشرب من كل ما هو مخلوق لن يرتوي بل يزداد عطشا ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعتش إلى الأبد هو وحده اللي يشبع جوع القلب البشر خواء القلب البشر بس هو قال النقطة اللي تخصه موضوعي قال لو الله ظهر في الجسد لابد أن يعمل أعمالا خارقة بس لها عدة أوصاف واحد على مرأة ومسمع من الكل بحيث بحيث لو في شك فيها يبقى في ناس لأن احنا النهاردة بنسمع عن حاجات ده عمل ده سوى لا نمرة اتنين إنها تتبرهن في فترة حياته بشهادات اللي عمل معاهم الآيات تتبرهن إن اللي عمل ده حقيقي يعني على سبيل المثال المولود أعمى كويس صنع لعنين فضل عايش الراجل ده قد إيه لغاية لما المسيح مات وقام فضل عايش سنين يعني لو دي ما كانتش آية حقيقية كان وجد من إيه من يطعم فيه من يطعم فيه أنت تحكت عن الراجل أنت عملتله طين على العنين وده كان بس ورجع زي ما كان مريض بركت بيت حزدة 38 سنة قال له قوم احمل سريرك وامشي وكان يوم سبت واليهود دخلوا فيه جدار رهيب مع المسيح ووصل في آخره إنهم أردوا قتله لو الراجل ده مجرد تأثير هسميه هستيري أو تأثير نفسي إيحاء عملوا له المسيح وقال له حرك إيدك حرك رجلك قوم أقعد ها يلا لا 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 ده سلطانك ابن الله أرجع لجسده قوة شفاء وحياة إلهية طب الراجل ده فضل بالمنظر ده ها ولا رجع تاني وابتدى الشلل يرجع تاني سواء كان شلل نصفي أو شلل رباعي لا زي ما هو وفيه ناس شافوه أيوة وفض المعاصر أيوة فالمهم أن يكون هذه الآيات اتعملت على مرأة ومسمع من كثيرين اتنين أنها أعطيت الفرصة لامتحانها والطعن في صحتها لحد طعن ولا حد عمل لأنها كانت آيات حقيقية هذا الكاتب الجميل قال لابد أن لو الله صار إنسانا وأتى إلى عالم البشر لابد أن يجري أعمالا فائقة والحية الرب يسوع قال الحكاية دي كذا مرة وأنا عايز نرجع مع بعض لبعض آيات في غاية الأهمية برضو وإحنا بندرس في فرصتنا تعالوا نشوف يوحنة خمسة بعد بعد شفاء مريض بركت بيت حزدة نقرأ من عدد يوحنة خمسة ستاشر يقول كده ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوا ليه لأنه شفاء الرجل يوم سبت شوف الله شوف الطقس وشوف التدين شوف التدين يعمل ليه في الإنسان يعني أنتم مسكين في السبت وعايزين تموت الرب قولولي بس إزاي نجمع بين الأمرين الإنسان يبقى ماسك فيه شكل ديني وقلبه مليان بي الحقد والمرارة والكراهية لدرجة ما عايز يعمل إيه عايزين إزاي دي ما هاصله فيه فرق كبير بين التدين الخارجي هقول كمان شوية وبين الولادة من فوق معجزة التغيير خلق طبيعة جديدة فرق كبير فرق كبير قلنا الكلام ده وبنقوله هنفضل نقوله لغاية لما المسيح يجي لأن الناس فكرة على طول المسيحيين وغير المسيحيين إن ربنا عايز دين وعايز تدين ربنا لا عايز دين ولا عايز تدين ربنا عايز تغيير معجزة تغير قلب الإنسان الشريعي ده اللي عايز هو وهو واحد اللي يقدر يعمل إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله من فوق لازم تيجي من فوق أكمل عدد 17 أجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل أنتوا بتقولوا ما عملش يوم سبت شوف روعة المسيح طب ريح يا ربي يوم السبت ريح يا سايد الحقيقة الوحيد الوحيد اللي ما ريحش أبدا في فترة حياته وكان عارف إن عنده مأمورية لازم يتممها كمين واللي مننا عايز يتعلم إنه يتعب في الخدمة مهما نشعر بإن إنها تقيلة أو في بزل أو في تعب الوحيد اللي يقول في إشعية 49 العبارة دي يقول حقا باطلا تعبته باطلا وفارغا أفنيته قدراتي يعني المسيح مش بس تعب لكن المسيح همال إيه ويا أحبائي يا أحبائي اللي لسه مننا ما بيخدمش واكتفى أخد بس من المسيحية إنه مجرد مؤمن وبيسمع وعزات مش كفاية لا مش كفاية أبدا مش كفاية أنت بتيجي وبتسمع امتياز عظيم لكن قل له يا رب اديني خدمة أشتغل فيها وأتعب فيها ووصل للناس المسكينة شخصك مش بصعوبة هتجد الاحتياج أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوا يقتلوا ليه قالوا دا أنت أضفت للغلطة الأولى الغلطة بقى لا تختفر لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا إن الله أبو معادل نفسه بالله تعالوا كملوا معايا فأجاب يسوع لحظوا الفاء تعني الفاء هنا تعني إنه أرادوا أن يقتلوا وكأن رب يسوع يقول مهما أردت أن تعملوا لابد أن أعلن لكم حقيقتي أنا بشوف في الحتة دي إن رب يسوع له المجد أمام إعلان من هو لم يتراجع مرة واحدة لم يقل لهم انتظروا لم تفهموا ما أقولوا خلوني أشرح لا لا أنا مش أصد يقول كده لا قالوا انت بسمعوا وأرجو إن إحنا ناخد بلنا يا إخوة ونحفظ الآيات اللي جاية دي من عدد تسعتاشر لغاية عدد تلاتين من أجمل الإعلانات اللي المسيح وضح فيها معادلته مع الآب وبالتالي أكد لهوته هقول الجملة دي تاني الناس بتسألنا في لهوت المسيح وده السؤال ده اليونيفيرسل ده السؤال اللي شغال على طول وهيفضل المسيح هو الله الظهر في الجسد أي هو المعدل للآب أي أنا عايزة فهمها دي آه آدي اللي هو قاله بفمه بيقول إيه عدد 19 فأجاب يسوع وقال لهم الحق الحق أقول لكم لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الإبن كذلك شايف شايف يعني أي حاجة الآب السماوي أقنوم الآب يعملها يعملها مين أقنوم الإبن المتجسد على الأرض معادلة في القوة لا مش بس كده لأن الآب يحب الإبن ويري جميع ما هو يعمله بيوريله جميع ما هو يعمله وسيريه أعمال أعظم من هذه لتتعجب أنتم زي إيه قال لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحي كذلك الإبن أيضا يحي بإذن الله بإذن الله أعمال أنتم فاهمين الجملة دي مش بيقولوا كده شايف الآية الواضحة بترد يا لروا يا لروا يا للروعة كلمات دي تخلي المؤمنين يقولوله ما أعظمك يا رب وتخلينا كمان نقول إزاي نسكت على الجواهر إزاي نسكت يا جماعة اسمحولي أقول يعني بنحتكب ناس إزاي ما نقرش بس يقرأ الآيات دي ويسيب روح الله يستقدم لأن الآبة لا يدينه أحدا بل قد أعطى كل الدينونة وأنا باجي عند الآيات وبحب أقول أن الرب علمني درس أنه لما تكلم مع أي نفس عن المسيح أي نفس في أي دائرة لو وجدت نوع من الرفض والتهكم بيكون ردي اللي أنت بترفضه النهاردة اعمل حسابك بكرة هتقف قدامه هيدينك إحنا مش بنقدم المسيح أقول قرنان تقبل ما تقبلش براحتك لا مش براحتك لا مش براحتك الأمانة خلينا نقول أن اللي مش بيقباله النهاردة هيوقف قدامه بكرة يعمل إيه؟ يدان ده الديان وهو بيقول كده لأن الأب لا يدينه أحداً بل قد أعطى كل الدينونة للإبن ليه؟ ليه؟ ليه يا شهود يهوى؟ وليه يا غير المسيحيين اللي برا المسيحيين وليه يا مسيحيين اللي راحين وراء أسماء غير المسيح ليه؟ لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب ليه؟ لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب وضيف بقى من لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله اللي مش يكرم الإبن يبقى مش بيكرم خالص الآب ما يعرفش الله ولا بيكرم الله طب واللي ما يكرمش يعني معناه بيعمل إيه؟ بيهين بيهين ويجيب على نفسه دينون إذن الأعمال التي عمل الآيات التي عملها المسيح برهنت على إيه؟ على أنه هو مين؟ هو الله الظاهر فين؟ أنتقل للنقطة الثانية نقطة الثانية الآيات في إنجيل يوحن أرجع ليوحنى عشرين ونحط قدامنا الآيتين اللي اتفاءنا هنحفظهم دون وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت أدي يا يوحنى كتبت أدي يا يوحنى كتبت الأنا كتبت سبع آيات بس قبل الصليب وآية وحدة بس بعد القيامة غريب في أمرك يا يوحنى هكمل وأقول ما هي مش حكاية غريب وعادي وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة بسمه خدوا بالكم الأربع بشاير كتبوهم أربع كتاب متى مارقص لوقة يوحنى مين من الأربعة كانوا من التلاميذ الاثناشر اتنين متى ويوحنى مارقص ده من أنبياء العهد الجديد كتب لوقة كان من أنبياء العهد الجديد دول ما عصروش المسيح السؤال الثاني مين من الاثناشر نطلع يا هوزة فضلوا 11 مين من في حياة المسيح مين من الحداشر شكلوا الدايرة الأقرب منه على طول بطرس يعقوب يوحنى فاحنا في 11 ومن الحداشر خد ايه خد 3 لا من الثلاثة خد واحد مين اللي كان يتكئ في حضنه يوحنى ياه ها طب يا أخي بالمنطق مفروض أنت تكتب ايه ها دا أنت أكتر واحد تملى بشرطك بايه بآيات تروح أنت تكون أقل واحد تكتب قال ما هي مش مجرد عد لكن دي قيادة الروح القدس يا سلامة إخوة كتبه أناس الله القديسون ما سوقين من الروح القدس قال أنا عندي غرض وأنا بكتب الإنجيل بتاع كتبته إمتى يوحن قال أنا كتبته لما وصلت لسن متقدمة جد وصلت سن التسعين وسن التسعين تتذكر إزاي هذه الأشياء قال لا مش أنا ده الرب يسوع في حديث العلية قال لنا إن الروح القدس يذكركم بكل ما قلت لكم فأنا اللي كتبته ده كتبته بقيادة الروح نسوقا من الروح وكان غرضك إيه أنا أنا غرضي أكتب لكل العالم أبرها من خلال السبعة اللي قبل الصليب والآية اللي بعد القيامة مين الشخص ده هنشوفهم حالا دلوقت مين الشخص ده خدوا بالكم غرض يحنى من الكتابة مزدوج الأولى غرض تعليمي البعض سماه دفاعي لأنه الحقيقة يحنى فعصره ظهرت بدع ضد شخص المسيح فهو الرجل يبدأ يعمل إيه يدافع كويس الحاجة التانية تبشيري غرض تعليمي وتبشيري الغرض التعليمي قال وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح وابنه الله أنا عايز أعرفكم مين الشخص ده مين يسوع ده مين يسوع على فكرة كتير مش عارفين لما تسألهم إجابات كتير ما أحبش أقولها مش مجالها دلوقتي لا إحنا على هوا لكن إجابات كتير تسمحها عجب مين هو الرب يسوع مين هو الرب يسوع أنا أحب أقول للرب يسوع مين هو الرب يسوع المسيح مين هو ناس كتير ما عنداش إجابة هو الرجل بيقوله هو لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله يعني إيه المسيح المسيح اللي نبوات العهد القديم تكلمت عنه كان مثلا نبوة فوق 300 نبوة وبأكثر دقة 333 نبوة في العهد القديم بتشاور على المسيح ده ومين المسيح ده آقل ده لما جه ظهر بوضوح أنه ابن الله أي الله ظاهرا في الجسر طيب وبعد ما عرفنا الحقيقة دي قال لا مش كيفية تعرف أنا عايزكم تؤمنوا الغرض الأول تعليمي دفاعي الغرض الثاني إيماني يقول لي تؤمنوا تصدقوا بقلوبكم تقبلوه بقلوبكم ولكي تؤمنوا به ولما تؤمنوا خدوا بالكم تكون لكم إذا أمنتم إيه حياة بإيه باسمه إيه السبع آيات اللي قبل الصليب والآية اللي بعد القيامات شوف إزاي بقى سلطان المسيح بيبرهن إنه هو ابن الله أول آية اللي أنا قارتها وهتأمل فيها شوية النهار المسيح بدأ آياته افتتح أعماله المجيدة بزهابه إلى منطقة بسيطة قرية بسيطة جدا في شمال إسرائيل وهي ربما تكون الآن جزء من جنوب لبنان ربما اختلف المفسرية اسمها قان الجليل في منطقة الجليل وهناك في عرص حول الماء إلى خمر ويحنى يقول لنا في يحنى 2 العبارة دي اللي أنا قارتها يقول كده هذه بداءة الآيات فعلها يسوع في قان الجليل وكلمة بداءة الآيات تعني حتى من النحية التاريخية أول آية فعلها المسيح بعد 30 سنة من الصمت لم يعمل فيها شيء كتادي الآية وهنا أقول نقطة يمكن مش الكل يعني يعني ملم به فيها حاجة اسمها أناجيل الأبوكريفة زي إنجيل تومة وزي أناجيل تاني الأناجيل دي حكت حكاوي غير لائقة قالت فيها إن المسيح من وهو طفله صغير كان بيجري آيات واللي حب يرجع الموضوع أناجيل الأبوكريفة برضو يدور على كتاب برهان جديد يتطلب قرار عايزين يعني يعظموا المسيح فلما جم يعظموا المسيح لخبطوا الصورة خالص فقد كان من اللائق برب المجد كإنسان كامل متفرد أن يبدأ آياته عند سن التلاتين وليس قبل ذلك من وقت ظهوره للخدمة فأول آية صنعها وعلى مرأة من الجميع في العرس كانت تحويل الماء إلى خم إملأوا الأجران ملوها مية قال لهم قدموا في نفس الوقت آه وهنا نرى سلطان المطلق ابن الله على العناصر حتى التركيب الكيماوي اللي يدرس كيميا تركيب الماء حاجة وتركيبة الكحول حاجة تانية خالص هو ليه سلطان رح محول المادة دي إلى المادة دي وفي الجليل رجع قانا الجليل سمع بوجوده خادم للملك وكان ابنه مريض فجري على الرب يسوع وقال له انزل اشفي ابني قبل أن يموت ابني في مشوار من قانا الجليل لكفر نحو رب يسوع رد عليه وقال له لا تؤمن وإلا امطروا آيات وعجائب الراجل قال له ارجوك يا سيد ده يعني الحق فقال له الرب يسوع اذهب امضي ابنك حي الراجل آمن بالكلمة ورجع استقبلوا خدامه قد بالك كان في بيات ليلة الظهر المشوار كان يستلزم البيات استقبلوا خدامه قالوا له الولد شوفي قال له متى بدأ يتعافى وقد بالك من ابتدى يتحسن يمكن حمى ابتدت الحمى تنزل تدريجيا يمكن حالة من التشنج ابتدى امتى قالوا امس في الساعة السابعة تركته الحمى ففاهم الرجل انه في تلك الساعة التي قال له عنها يسوع فامن هو وايه امن هو وبيته كله ايه ده اشوف هنا جانب تاني لسلطان المسيح اشوف ايه مش بس ليه سلطان على العناصر وعى الزمن لا ده ليه سلطان على المسافات يعني هو بس لازم يحط ايده على المريض او صحيح كانوا بيلمسوه ايوة لا ده ليه سلطان امر المرض طلع المرض وانا بتكلم عن الشخص ده دعونا لا ننسى انه ما تغيرش لغاية النهار ده حتى لو مش بنشوف بعنين حاجات بس فيه حاجات كتير حصلة لذالا يمارس سلطانه للعين المفتوحة التي ترى ربما لحكمة احيانا يسمح بشيء يتركه لتدريب الايمان لتنقية الحياة انا لا اعلم لكن انا اعلم قول الكتاب السابت يسوع المسيح ماله هو هو امسا واليوم والى الابد يعني هو هو لا يتغير في ايه في كل صفاته زي ايه واحد محبته ما تتغير اتنين قدرته ما تتغير ياريت لما نكون بنصلي ما ننساش ديه هو يحب الصلاة اللي تمسك بيه تلاتة حكمته حكمته ما تتغير محبته ما تتغير قدرته ما تتغير حكمته ما تتغير كده يقول يقول واحد من ثمانية وتلاتين سنة مطروح على فراشه هذا رآه يسوع وفي كلمة مهمة وعلم أن له زمانا طويلا زمانا كثيرا فقال له ككلية ككلية العلم ككلية العلم الآية الرابعة يحن ستة إشباع الجموع وهنا نرى في يحن ستة سلطان الرب خمسة أرغفة وسمكتين وبالمناسبة دي أشهر أشهر آية للمسيح مسجلة في الأربع بشائر ليه إنها بتظهر كفايته دائما لأطقياءه وللنفوس المحتاجة لسداد كل الأعواز الرب هو الكافي دائما لسداد الأعواز لا فقط الأعواز الجسدي مش بس يسدد الأعواز يوكلنا ويشربنا ويحسن إلينا لا لكن في أكتر من كده إيه كمان الرب في هذه الآية قال كلمة من أهم ما يكون في يحنى ستة أنا عايز أقراها تطلع قدامنا يحنى ستة عدد 51 يحنى ستة 51 أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء دي بمناسبة النعمة للآية دي هم انبسطوا قوي انوكلهم قالوا إحنا عايزين من كده على طول قالوا اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية وكثيراً وكثيراً مننا أحياناً كل تركيزه حل المشكلة دي ابعث الفلوس دي ما تأثر معايا في الأمر ده والرب ما بيتأخرش لكن الرب بيقول ما هتخليش ده هدفك الأساسي أنا عايز أوصلك لشيء أهم وأبقى كنت بتكلم مع صد يعني أخ من الأخ والأزواء اللي فات من اللي فات متاجهين لزيارة أخ حبيب مريض ومن الأمراض اللي عمين يسمع منها الأيام دي اللي بتكسر قلبين وبعدين حكي معاه بقوله شوف في فكر واحد بيريحني وأنا حطت علامات استفهام بتتلاحق يا رب الألام في أحباء لنا بسرعة غير عادية بتقوله في فكر واحد بس مريحني إن الرب الآن وأكيد في كل العصور بس أنا عينة فتحت عليها دلوقتي الرب الآن يجري أشياء موجعة في حياتنا لأنه يضع أمامه الأبدية وليست خمسين ستين سبعين ثمانين سنة هنا هو بيشتغل اللي إيه اشتغل إيه إخوة فاللي لسه ما عرفوش بيقوله هجيبك حتى بالمرض آه صفر أيوب واللي عرفه يقوله عايز نقيك عايزك تسمر عايز تكون لحياتك قيمة حتى لو في اليومين دول فيهم إيه فيهم إيه فيهم واجعة رب قال عنها فهمها لأنه كان بوليس ده كان كشكول ألام كشكول ألام ماذا كده مفهوم وغير المفهوم لأن التي ترى مالها وقتية أما التي لا ترى فإيه أبدي الرب بيشتغل على إيه بيشتغل علي أحبائي عشان كده هنا في الآية دي يقول لهم مش كفاية أن انتم تاكلوا والرب بيقول لنا على ذات القياس مش كفاية بس النجاح مش كفاية بس الصحة مش كفاية بس الدخل كويس لا أنا بدور على حاجة تانية وراء كل ده وحتى لو شلت ده أنا بتعامل معاك للي جاي للأبد شك كده يقول في يحن 6 51 أنا هو الخبز الحي أنتم بتدوروا على اللي شبعكم لا أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحي طب أنت مقلت هاش ده قبل كده ده أنت بتقول مش بس الطعام الثاني قال لا أنا عندي طعام باقي للحياة الأبدية وإيه هو الخبز ده رب والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم يعني يعني بذكرنا إنه الأساس لنوال الحياة هو موته على الصليب بدون ما يكون مات على الصليب ولا حد فينا ياخد حياة أبدية ولا حد فينا تغفر خطياء ولا حد فينا يكون لعلاقة صحيحة مع الله الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم الآية الخمسة نفس الصح ستة المسيح ماشي فوق الميا الهيجة اللي خوفت التلاميذ خلت التلاميذ يصرخوا جالهم سائرا على الماء عشان كده بنشوف فيها سلطان خامس كمان بنشوف فيها ان هو ليه سلطان على الطبيعة مش لازم النهاردة يسكت بحره قدامي لكن أقول له رب سكت ظروف هيجة مش كده مش الرب بيعمل كده لما الأطقياء بيصلوا بإيمان وبيقولوا له رب فيه هيجان للظروف فيه هيجان من الشيطان على بيت على أسرة على خدمة ليه سلطان ما هو اللي سكت البحر المادي ليه سلطان على الهيجان المعنوي والهيجان الشيطاني الآية السادسة يحن تسعة المسيح يفتح أعين المولود أعمى ولا نقرأ قبل الآية دي عن شخص ولد أعمى يعني رب يسوع له المجد في العهد القديم نقرأ إن قليش عمى ناس وخلاهم يفتحوا تاني جيش السامرة يعني كانوا فتحين يوم عنين لكن ده مولود أعمى البعض اختلفوا يعني مش عارفين المفسرين هل تولد بدون المقلتين وبالتالي بدون كل الجهاز ده العصب البصري والشباكية وخلافه إحنا بنعرف لكن لنعرف الطريقة اللي عمل بيها تفل على الأرض صنع طينا وأخذ من الطين وطلب الطين عيني الأعمى وأرسله إلى بركة سلوان إيه المعنى تفل على الأرض وصنع طينا التجسد جل أرضنا رب المجد جل أرضنا وبعد ما جل أرضنا أخذ من جيته للأرض وموت على الصليب وبيعمل فيها إيه لكل أعمى روحيا بيطلع نيل لتنين بس فيه نقطة مهم اذهب اغتسل في بركة سلوان ويحن دقيق ورائع ومعنى كلمة سلوان مرسل يعني إيه إن أردت يا إنسان أن تفتح عينيك فتعرف الحقيقة ولا تظل تتخبط في الأديان المختلفة والثقافات المختلفة والمفاهيم المختلفة لتقبل المسيح الآتي من عند الله المتجسد الذي وضع نفسه إلى تراب الموت ثم لتؤمن به أنه هو المرسل من الله عنده إذن تنفتح إيه عينيك سلطانه لخلق البصل الآية السبعة ودي كأن الآب كان شايلهاله للآخر يعني ليه بقى اليهود عايزين يقتلوه عايزين يقتلوه عايزين يقتلوه عايزين يقتلوه فالآب قال له هتكرم قوي بدي رحنا 11 إقامة لعازر الميت الذي أنت بعد أربعة أيام وتما ما قرأنا في يحن خمسة كما أن الأب يقيم من الأموات ويحي كذلك الإبن أيضا يحي من يشاء والرب قريبا سيقيم أيضا أحباء الذين راقد كيف سيقيم هم اسمع كده إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام أيوة نؤمن فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه ويرح شارح بعد كده ودي المعجزة الأخيرة اللي المؤمنين مستنينها في كل العالم زي ما هو قام كل الراقدين لابد أن يقوموا وهنا أظهر رب يسوع سلطانه على الموت لإقامة الميت وأحياء معجزة التمنة اللي بعد قيامته أظهر فيها لتلاميذ بيطمنهم بيقولهم أنتوا سيبتوا راحين تصيدوا سمك هو ده وقته لا 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 ده أنا تحت سلطاني 153 سمكة كبيرة ارجعوا للي أنا طلبوا منكم طلبنا إيه أنا قلت لكم هلما ورائي فتكونان فتكونوا إيه روح اشتغل في شغلي وما تعلش أهم تعيش إزاي أو اهتم بأموري وسيب أمورك علي له سلطان للإعالة وسلطان أيضا حتى على الخلاء الغير العقر أختم بدروس سريعة من يوحنة نيل ولخصهم في أربع كلمات كلمة الأولى يسوع في عرص عايزة وقفة دي ليه يبتدي بعرص التانية المسيح والمطوبة مريم برضو وقف معها وقفة كده عايزة تلفط النظر يعني ما تعدش عليه التالتة المسيح وأجران فارغة علق عليه الرابعة المسيح والخامر الجيدة التي قدمها الأولى لماذا بدأ في عرص ليؤكد باستمرار أنه يصر بأن يوجد في أسرنا ما عنديش وقت أتكلم اللي لا دي لكن بتكلم وبنعمة الله يساعدني يا رب أفضل أتكلم السبب الرئيسي للتشويه اللي حصل للزواج الآن بدءا من اللي لسه مبتدئين ما كملوه السنة زواج إلى اللي ليهم سنين في رأيي ومش مهم في رأيي أيو عندي رأيي من كتر الناس بتيجي تعود معاي وكمان اللي بتعلمه من الكتاب أن هذا البيت لا يوجد فيه الرب يسوع بسلطانه موجود تخيلوا لو الرب يسوع لم يدع للعرص ده وحصلت المشكلة الكبيرة دي ليس لهم خام دي حتة قرية صغيرة يد الفضيحة فضيحة ومش فضيحة يعني بلغة النهار ده ريسبشن مثلا وفجأت حضرتك أنه الكمية اللي كانت مطلوبة مثلا اتعملت اتاخد منها أو خلصت فجأت أو الناس ربنا فتح شهيتهم كل واحد أكل ثلاث أضعاف تعمل ايه وعنتك معزيم تعمل ايه وانت راجل أكيد متيسر وتقدر فضيحة فضيحة الناس تطلع تعمل نفس الوضع بس ارجع بقى بفكرك الفين سنة لقرية في فلسطين بسيطة وكل الناس عارفة أنه عرص لو ما كانش رب المجد موجود كانت بقيت فضيحة رهيبة واللي حاصل النهاردة في أي أسرة عدم دعوته والتصميم على وجوده هي جوازات عمالة تيم لا حد استشار الرب فيها ولا دستور دستور البيت مش مفتوح ايه الدستور ايه الدستور اه طبعا الدستور هو الكتاب ومين مدير البيت هو الرب يسوع فيش غيره سلطانه طب أنا هقول أول قانون أول قانون وضع الرب للزواج أول قانون ألف به يا ريت الناس تعمل به في الأيام دي طلعوا له ميت ميت عل عشان يخربوه تكوين اتنين اربعة وعشرين من أجل هذا يتركوا الرجل أباه وأمه ويلتصقوا بامراته ويكونوا الاسنان جسدا واحدا والمسيح جه بعد أربع تلاف سنة وأكد على القانون ده النهاردة الناس بتتلاعب بهذا الكلام ويحط له أعضار وهتفضل مشاكل قائمة ما لم نوجده في بيوتنا ونخضع لقوانينه فيعود الرب ويرحمنا من مشاكل في البيت ومن فضايح في البيوت نقطة تانية يقول الكتاب وَلَمَّا فَرَغَتْ الْخَمْرِ قَالَتْ أُمْ يَسُوعْ لَهُ لَيْسَ لَهُمْ خَمْرِ فإيس بإجابة الرب غريبة بس عظيمة قال لها يسوع ما لي ولاكي يا امرأة ما نتخضش بكلمة يا امرأة امرأة بالزبط في أيام اليهود استخدم الكلمة بالأرامي اللي لو ترجمتها النهاردة بالعربي هقول يا سيدتي ودي نفس الكلمة اللي الرب خاطب بها المطوابة مريم من على الصليب يا امرأة هوذا ابنكي وقال لي يوحنى هوذا أمك كما نتخضش منها سليم ما قل لهاش يا أمي لا ما يقول لهاش يا أمي يعني ليه طول ما هو ما بداش خدمته كان خاضعا لهما لقى اثنين أول ما بدأ خدمته بيطلقى توجيهاته كابن الله من مين من الآب وهي بتتعلم الدرس بسرعة وهتقول لنا كلنا نصيحة دلوقتي المطوابة مريم صراحة يعني يا ريت يا ريت كل المسحين يعملوا باللي بتقولوا هاي هقول لكم حالا قالت ايه بس هي مرتين حابت تدخل فيه سكة خدمته هنا مرة يوحنى اثنين والمرة التانية متى اثناشر آخر الأصحاح نقرأ انه جم ناس يقولوله هوذا أمك وإخوتك واقفون خارجا يطلبونك مفروض يعمل ايه جاري سيب اللي في ايده ويطلع لا 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 ده مش رب المجد مش ابن الله لا ده اللي الناس ترسموا رح باصس كده وشاور على اللي قاعدين وقال لهم ايه ها أمي وإخواتي لحظوا دقة الكلام ما قالش وقابي طبعا هون ما تطلعش منه كلمة قاد ها أمي وإخواتي بس دي دي وقفة برة بتدور عليك عايزاك طلبك في موضوع ها أمي وإخواتي مين الذين يصنعون مشيئة أبي الذي ماذا قصد المسيح من هاتين المرتين أراد أن يعلن لنا عبر الأجيال أنه كالابن الإلهي ابن الله هو خاضع للأب فقط قامت هي بدورها صحيح ودوره مبارك جدا لكن عندما بدأ خدمته التي أنهاها بالصليب كان يتلقى توجهاته من الآب تعرف بقى هي هي تقية جدا 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 ويريت المسيحيين في كل الأجيال يتعلموا العبارة دي عارف راحت للخدام قالت لهم إيه قال لها لم تأتي ساعاتي بعد في الأول يعني لم تأتي ساعاتي لسه الأب ما قال ليش لما الأب يقول لي أنا أعمل الآية طب عشان خطر الناس يا رب عشان خطر لهم عندوش خواطر يعني فعشان روح أطلب من حد يقول له عشان خطرك قل له الرب يعمل لي كذا قالت أم للخدام مهما قال لكم فافعلوا وهذه العبارة ترن عبر العصور من المطوابة مريم عن الرب يسوع المسيح ابن الله التي أدركت حقيقة شخصه مهما قال لكم فافعلوا وكأنها تستبق ما قالوا الرسول بولس في تيموسوس الأولى اثنين بعد ذلك بسنين لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع وكأنها تستبق ما قالوا بطرس بعد ذلك ليس بأحد غيره الخلاص لا وساطة ولا شفاعة إلا في شخص الرب يسوع هذا هو تعليم الكتاب المقدس تلاتة الرب يسوع والأجران أجران فارغة طبعا هو كويس إنها فارغة عشان ما يجيش حد بعد سنين يقول إيه ما دي كانت فيها أصلا خمر فين الآية لا هي كانت فارغة وقال لهم املأوا إيه املأوا الأجران ماء وهم ما لقوها الفين لفوق يعني شايفين الماء وهي عملة تطلع بس في معنى روح ده بيت يهودي حطين الأجران فارغة ليه كسل منظر بس اللي يدخل البيت يقول إيه يا سلام على اليهود المتدينين الحلوين دول دول مش بس جرن ولا اتنين ده إيه ستة أجران يا شطرتكم وأجران ملها فاضية ها دي عاملة زي ناس كتير في الأيام دي لهم صورة التقوى وهم ينكرون إيه ترانيم يا فندم على آخره وتحركات خارجية وتيجي في المعاملة حيث تظهر التقوى والأمانة والصدق في الشغل وفي الفلوس وفي الحاجات دي تلاقي العكس تماما رب يسوع قال الكلام ده أنا أرفضه شوفوا إخوة شوفوا حباقي أكثر ما يرفضه الرب هو المظهر الخارجي الأجوث للتدين الرب يسوع في حياة وبخ المرائين كثيرا جدا ودانا خطيئة الكبرياء آخر واحدة الرابعة الخمر الجيدة جات منين املوهم مية والماء يتحول إلى إيه وده قاعدة في الحياة المسيحية اتملي مية املع عقلك مية املأ قلبك مية كلمة الله لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى كل نتيجة إيه فرح فرح مش فرح أرضي لكن فرح فرح الروح قدس بص قرمية في العهد القديم رغم أن الرجل لسه في العهد القديم وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لا يوجد شيء يفرح قلوبنا كمؤمنين مثل كلمة الله والأكل منها واللهج منها أنا أعتقد ده اللي احنا مختبرين والله دي في الاجتماع ربما جينا دون مشتتين متعبين لكن كل المطلب بتعمل فينا إيه لما بتملانا بتعمل فينا إيه بتملانا بالفرح وتنعشنا خلونا نقف نصلي مع بعض وبعد كده أخونا سامول هيختم بالترانيم في الوقت اللي جاي هل تكلم الرب إليك أو إليك الليلة في شيء وهل لمس الرب فكرك بأمر تريد أن تصلي لأجله لنفسك لبيتك خبار البيت إيه لولادك وبناتك سواء المتزوجين أو الذين لم يتزوجوا ما الذي نأخذ معنا من الاجتماع يا أحبائي يا ربنا نقدم الشكر لك لأجل عظمة شخصك لأجل الروح القدس الذي سروره أن يأخذ مما لك ويخبرنا شكرك لكل حديث عنك فعلت معنا الليلة ما فعلت مع تلميزي عمواس قديما ابتدأ يسوع من موسى والأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب نشكرك لأنك تنازلت وبروحك عملت هذا اضمن التأثير كل فرض سمع وموجود محتاج كل عيلة محتاجة يا رب محتاج يا رب فيه احتياج شديد في هذه الأيام نشكرك من كل قلوبنا بارك ما تبقى لإسمك كل المجد أمين ترجمة نانسي قنقر